بسم الله وصلاة 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 أحبابي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع ورد اليوم وسورة الكهف وتصحيح الآية رقم 29 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقول الحق من ربكم أي يقول لهم يا رسولنا هؤلاء الكفار الحق من ربكم أي الحق ما جئت به من ربكم يعني لجاي أجذب عليكم ولجاي أفتري عليكم أنا جاي لكم بالحق من ربكم وربكم وربنا هو الله سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أي أن الحق ظاهر لكم أهوت وأتيت به فمن شاء منكم يؤمن يؤمن ومن شاء يكفر فليكفر أو فمن شاء الله تفسير تاني فمن شاء ربكم له الإيمان فسيؤمن ويسوق إليه الإيمان ومن شاء ربكم له الكفر فسيكفر ويقرب إليه الكفر ومع ذلك ليس ترك الاختيار فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ده كده اختيار لا ده ربنا سبحانه وتعالى بيهددهم تهديد وإلا فما كان شاء إن أعتدنا للظالمين نارا أحيط بي الله مهل السعيد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ده تهديد ده من باب التهديد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ما حالش قولي فليكفر فليكفر لا فلي فليكفر وخلي بالك الرأي هنا هو تسكن هيبقى حتدخن حتدخن في الوقف وفي الوصل لأنها سكنة حتى لما يجي أوصل هقول إيه فليكفر إن أعتدنا أعتدنا للظالمين نارا خلي بيك محدش يقولي نارا عيب عليكي اسمها نارا خدي أول حتة منها نارا زي ما بتقول بتنجح على واحدة اسمها ناهد بتقول لها يا ناهد ولا يا ناهد بتقولي يا ناهد برضو نارا 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 أحاط بيهم محدش يقولي أحاط أحاط لا عيب عليكي كلها مرققة معدد طا الطا بس هي المفخمة وارجع لدرس التفخيم في الثابة التجودية نارا أحاط بيهم سورا ديقوها يعني والعياذ وبالله الظالمين اللي هم اللي كفروا فمن شايف اليوم اللي من شايف اللي يكفر حيدخلوا نار رب الاسم حضرها لهم هي حضر لهم نار جاهزة ومتحضرة للظالمين حيط بهم يعني أحيط بهم كده حواليها كده سوراديقها جدرانها يعني شفت يقول أنت المكان محاصر محاط من كل ناحية محاصر من كل ناحية متحاصرين وهمنا في النص والجدرانها على بتاعة النار دي حواليهم والعياذوا بالله ونعوذوا بالله من النار طبعا عايزين يشربوا عطشانين مش قادرين هيموتوا من العطش يروحوا يستغيثوا 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 يعني ينادوا بأعلى أصواتهم ويصرخوا عايزين يشربوا ويروح ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لهم بعد آلاف السنين وبعدين يستجيب لهم بماء والعياذوا بالله بماء يغسهم سبحانه وتعالى بس بماء والعياذوا بالله كالمهل زيت مغلي زيت مغلي يشوي اللجوه زيت مغلي تخين تقيل حتى ياريته كان سايب عشان لو نزل جوا بطنهم ينزل على طول لا ده زيت مغلي تقيل يعني لو عدى الحلق ده استنى 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 ده في حاجة يشوي الوضو انت شفت يما بتيجي تجيبي تقربي كده كوباية الميا شفت يما بتيجي تشربي كوباية شاي كده والبخار بتاع هيطلع على وشك آه ساعات أحيانا فاكرة زمانة مكاد ومهاتنا بيجوا يعملوا الكحك كده ويبعدونا ووسع 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 عشان ايه عاملين كده في الدقيق حفرة في النص يغلو زيت ويحطوها في النص كده والعياذ بالله زيت ده المغلد لو طلع كده على الوش بتلاقي الوش فعلا بيتحرق اهو اهي اهي دي والعياذ ونار الاخيرة او النار اللي رباس ما طالعا عدها للظالمين غير النار عيث يغاث ما حتش قولي يغاس يغاث بماء كالمه ليشوي الودوه وما حتش قولي الوجوه الوي لي الو يشوي الو يشوي الودوه بئس الشراب وساء مرتفقة بئس الشراب الماء اللي هم هيشربوه ده اللي هو المهل والعيز بالله وساء المكان اللي هم فيه دوة والعيز بالله مكان سوء مرتفقة المكان بمرافقه كله سواء بأكله ولا بشربه ولا بحطانه ولا بجدرانه كله سوء والعيز بالله عاذنا الله وإياكم من النار وكل من قال امين يا رب العالمين ان الذين امنوا والصالحات إنا لا نضيع أجر لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك بصي بقى عكسهم بقى خالص مدام جاب لك الناس الوحشين لازم يجب لك الناس الحلوين لازم عشان يحببك في الإيمان أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار معا شؤالي الأنهار عب عليك الأن أن أن ما أنش ينه الأنهار لا الأنهار الأنهار كده من تحتهم يحلون فيها من أساور ومن ذهب أساور ومن ذهب شوف يحلون يعني ربي سبحانه يلبسهم كده ويحليهم كده وأن هم يعني ما شاء الله حلوتهم زيد حتة ومع ذلك يحليهم سبحانه وتعالى وأزيد 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 ويلبسون ثيابا خضرا من سندوس وإستبرق ده نوع من الحرير الدباج اللي هو نوع غالي جدا جدا السندوس اللي هو الرفيع منه والإستبرق اللي هو التخين منه متكئين فيها على الأرائك الأرائك جمع أريكة يا ربي رزقنا بيها اللي هو السرير اللي عليه الهودة كده من فوق كده هوت عليه كده الخيمة كده هوت كده حاجة كده سلطانة وحاجة عظمة كده ومقفولة النموسية من كل جانب ده أريكة ما تتشال النموسية الفرق بين الأرائك والسرور إن الأرائك حاجة كده مرتفعة كده وفوق منها نموسية كده متغطية بقى كده هوت وإنت بقى نيمة شخار يعني حاجة عظمة معين ما فيش نوم بس أنت بقى بتتلززي بالنوم ساعتها مش تنامي تقومي تعبانة زي ما بنعمله دلوقتي نمو نمو تعبانين لا ده أنت تنامي وإنت مرتاحة وتقومي أريح عشان كده النعمة الثواب وحسنة مرتفقاء يا رب رزقنا الجنة يا رب رزقنا الجنة وجعلنا من أهليها يا رب رزقنا الجنة وجعلنا من أهليها وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة